رسايل رحمته حواليك تبعها وخد قبل منها وغلطيت اللي كان قبليك لذكرات استخدامك طول ما لسه الروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى احسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشق عبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهيجريل تورسون مسلمة سنها 24 سنة تحمل الجنسية الصينية تزوجت في مصر من شاب مصري سنة 2012 وخلفت تلت توائم تلت توائم شكلهم جميل قوي مهيجريل من الأقلية التركستانية يعني العرق التركي لأن قبائل الترك منشأها ليس أسيا الصغرى أو تركيا الحالية بل منطقة تركستان الواقع بين الصين وروسيا في شبابي كنت بحضر دروس وخطبة دكتور جمال عبدالهادي وهو أستاذ في التاريخ وكذلك زوجته الدكتورة وفاء رفعت والاتنين عندهم ستسلة كتب اسمها أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ المهم دايما كان دكتور جمال في آخر الخطبة يدعو أن ربنا ينصر المسلمين في فلسطين وكشمير وتركستان الشرقية كنت بس مع تركستان الشرقية في الدعاء لكني مركزتش في أني أعرف إيه حكايتها اتضح لي مؤخرا بعد أزمة المسلمين الأيغور في الصين وما اسمهمش الإيجور وما اسمهمش الويجر زي ما الناس بتقول أنا تواصلت معهم وقابلت المسؤولين عنهم ومنهم ناس بيعلموا اللغة الأيغورية في جامعة من جامعات لندن وعلموني زي يقولها فبتتنطق ايغور المهم منطقتهم المعروفة بإقليم سينكيانج الصيني أو شينكيانج الصيني هي أصلا بلد اسمها تركستان الشرقية الصين احتلتها عسكريا سنة تسعة واربعين يعني بعد حرب فلسطين بسنة مساحتها قد مساحة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا مع بعض مساحتها خمستاشر في المية من مساحة الصين غنية بالبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم شعبها كله مسلم اسمها الصيني شينكيانج زي ما قلت لكم يعني الحدود الجديدة ده لإنها لغاية 1949 كانت دولة مستقلة للأسف في ناس في الإعلام المصري وفي الإعلام العربي لما طالب بعض الناس بدعم مسلمين الأيغور وطالبوا حكوماتهم بإنهم يطالبوا الصين بوقف الإضطهاد اللي بتقوم بيه ضد الأيغور طلعوا علينا في الإعلام ده قالوا لنا إن الصين من حقاها تعمل كده لإن دول انفصاليين عاوزين ينفصلوا بأحد الأقالين الصينية إذا كانت الصين نفسهم سمية المخاطعة بتاعتهم الحدود الجديدة يعني اعترف منها إن دي منطقة جديدة وتم ضمها مؤخرا الشعب التركستاني فعلا قام بعدة انتفاضات وقدم كثير من الشهداء ولكن كانت دايما الانتفاضات بتقمع وقامت الصين بدفع عدد كبير من الهان وتسكنهم في تركستان الشرقية الهان دول هم العرقية الأساسية في الصين سكنوهم في شينكيانج أو في تركستان علشان يعملوا تغيير ديموغرافي يعني تغيير في التركيبة السكانية وبالفعل وصلت نسبة الهان الصينيين الأصليين في إقليم شينكيانج أو تركستان الشرقية لخمسين في المية يعني عدد السكان الأصليين نزل لخمسين في المية وإحنا كمسلمين في بلادنا عايشين في ميت البطيخ ولا نعرف حاجة عن إخواننا ولا اللي بيتعرضوله ولا إحنا أصلا مهتمين مع إنه رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم المهم نرجع للبنت الأيغورية مهيجرول ترسن اللي اتجوزت مصري دي وخلفت في مصر تلات توائم مصريين سنة 2015 لما الأطفال بقى سنهم سنتين تقريبا أخدتهم وسافرت الصين علشان تسلم على أهلها ويتوريهم عيالها فالبوليس الصيني ألقى القبض عليها في المطار وكلبشها وأخذ الأطفال منها واستجوبوها وعزبوها وأفرجوا عنها وشافت ولادها في المستشفى من خلف الزجاج فقط ثم تأتي في يوم ويكلموها ويستدعوها ويسلموها ولد منهم ميت وجسته كان فيها خرم في الرقبة وكذلك الاتنين التانين اللي عايشين عندهم نفس الخرم ده سألتهم إيه مكان الخرم ده هذا عشان الخرطيم عشان الأكل محدش فاضي يوعد يأكل عيالك أخرم وحط له خرطوم ده تكون بيعبي بنزين المهم ولد منهم مات أخدت العيلين اللي فضلين لها وراحت بلدها من سكات وبدأت هناك شافت شغل واشتغلت فجالها مكالمة من البوليس وقالولها سلمي نفسك فارا وقالها هنيجي نعتقلك من البيت فسلمت نفسها للبوليس تاني واعتقلت فعلا تاني وكنت أسئلتهم منصبة حول ليه رحتي مصر وقابلتي فيها مين ومنشدت تعذيب صرخت قالت يا الله قالولها إن كان قوي فعلا خليه يجي ينقذك الكلام ده على فكرة منها هي شخصيا لأنني تواصلت معاها هي طبعا في أمريكا دلوقتي وعملة لجوء سياسي حكاية مهيجريول تورسون اتعرفت للعالم كله مين اللي عرفها حكايتها دي هي مأساة ملايين المسلمين الأيغر في الصين وزوجها مسجون في الصين حاليا مؤخرا حكايتها المؤلمة دي اتعرفت بسبب إن كاتبة اليابانية كتبت عنها وهذه الكاتبة بتكتب قصص مصورة اسمها المانجا الياباني مالهاش علاقة بالمانجا بتاعتنا القصص المصورة اسمها المانجا في اليابان مهيجريول هي أول من كشف ما يحدث في معسكرات الاعتقال الصينية المعتقل فيها ملايين المسلمين قالت إنهم بيجبروا على لعن وسب المقدسات الإسلامية وبيجبروا على غناء أناشيد تمجد الحزب الشيوعي الصيني وحكام الصين بالإسم مدن الأيغر بتتعرض لعملية طمس للهوية الإسلامية المساجد إما بتهدم أو مغلقة ولا يؤذن فيها للصلاة لا تقام فيها الصلاة المسلمين بيجبروا على الإفطار في رمضان بل إن الحكومة الصينية أرسلت رجال من الهان الصينيين الأصليين يباتوا في بيوت وسلاير الرجال المسلمين المعتقلين هولوكوست صيني لملايين المسلمين المشكلة هي إن الصين غول اقتصادي أردغان انتقد ما يحدث للمسلمين هناك لما حصلت ضجة بسبب شائعة وفاة الفنان الأيغوري عبد الرحيم حييت وده بيغني أغاني شعبية ووطنية أويغورية ووزير خارجية التركية قال إن ما يحدث للمسلمين في الصين هو عار على الإنسانية الزعيم الماليزي مهاتير محمد انتقد ما يحدث أيضا بس خلاص هو كده بس محدش عمل أكتر من كده لأن كل خايف من الصين بل الأدهى والأمر هو إن معظم حكومات وزعماء الدول الإسلامية أعلنوا تأييدهم للإجراءات الصينية ضد المسلمين وقالوا إنها مكافحة للتطرف ده بس يوريكم مدى الهوان اللي وصلنا له بل تم تسليم الطلبة الأيغور اللي بيدرسه في مصر في الأزهر للصينيين ومن ثلاث سنين كلام ده وده معروف ومنشور في وسائل الإعلام كلها لكن اللي محدش يعرفه بقى هو إن العيال دي اختفت العيال دي لم تظهر في الصين أهلهم ما يعرفوش عنهم حاجة الصين عملت فيهم إيه؟ الله أعلم في طلاب أيغور كانوا بيدرسوا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا اتسلموا للصين هم كمان طبعا ده قبل مهاتير محمد ده أيام الفاسد اللي كان بيحكم هناك لغاية 2018 اللي ممسوك عليه دلوقتي قضايا فساد السؤال بقى إحنا نعمل لهم إيه؟ طبعا غير الدعاء إلى الله لأن ده شيء أساسي إنك تدعو لأمة الإسلام بالنص على أعداءها لكن هل هناك شيء آخر عمل ينقدر نعمله؟ طبعا مقطعة البضائع الصينية ليست أمرا سهلا إحنا لو مسكنا أي منزل في العالم وطلعنا منه كل ما صنع في الصين سنخرج تقريبا 90% من الأجهزة والعفش اللي فيه إذا ما كانش كلها من يستطيع إنه يقاطع يقاطع يا جماعة لكن المقاطعة ليست مسألة عاطفية للأسف لما بننادي بمقاطعة بلد بتجد المسلمين جمعوا ممتلكاتهم اللي من إنتاج هذا البلد وطلعوا الحاجات من بيوتهم وحرقوها أنت بتحرق فلوسك وأملاكك اللي أنت دفعت تمانها خلاص إيه الزكاء في كده المقاطعة مش كده المقاطعة أنك تتخلص مما مش إنك تتخلص مما في بيتك ثم ترجع تدفع فلوس تاني عشان تشتري بهذه يعني نفسه دي المنتجات المقاطعة أنك لا تشتري أصلا ابتداء من اليوم لكن المقاطعة أن لم تكن منظمة ما بيبقاش ليها أثر أنا سألت زعماء الأيغر في أوروبا وبالمناسبة الشالدة هدية منهم وعليه عالم تركستان الشرقي قالوا لي الخدمة الكبيرة هو الإبقاء على القضية حية اكتبوا عننا شير أخبرنا اطلبوا من حكوماتكم إنها تاخد موقف من الصينيين وقعوا المطالبات بالتحقيق اللي إحنا بنوجهها للأمم المتحدة ابقوا القضية بتاعتنا حية لا تستهينوا بهذا الأمر فيه متغيرات سياسية كثيرة وفيه صراع قوة دولية وبعض الدول يعني بعض القوة قد تستخدم كارت الأيغر في الضغط على الصين فيحقق الأيغر بعض المكاسب بالطريقة دي لكن لو قضيتهم ماتت يبقى انتهوا وتذكروا إن كل هذا الهوان إحنا جبنا لنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه الآية أيضا تفهم إن الله سبحانه وتعالى لا يغير حال الناس من حال جيد لحال سيء إلا لو هم غيروا حالهم للأسوأ لأن الناس دائما بتفهم الآية دي في سياق آخر سياق التغيير للأفضل مع إنها تفهم أيضا في السياقين من الأفضل للأسوأ ومن الأسوأ للأفضل ويؤيد كلامي ده الآية الكريمة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله وإذا كنتم تتفرجوا على الحلقة دي على اليوتيوب لا تنسوا إنكم تضغطوا زر الإعجاب لايك وتشتركوا في القناة واتفعلوا جرس التنبيهات وترسلوا الفيديو ده لأصدقائكم علشان ننشر الوعي حوال الأخر عندك لسه فرصة تبقى أحسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشوف عبار